اختفى الاسنين بالعراق العصور على جثتي السائح الكويتي والسعودي تفاصيل الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء بعد الغموض الذي لف حول مصيرهم ومنذ اختفاءهم يوم الاحد الماضي في العراق تم العصور على جثتي السائح الكويتي والسعودي وكشف وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ان السلطات العراقية عصرت اليوم السلاساء على جثتين تعودان لمواطن كويتي واخر سعودي مقيم في الكويت كان اختفي في محافظة الانبار مؤخرا واكدت الخارجية انها تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعصور عليهم باسرع وقت ممكن مضيفا ان التنصيق جاري حاليا مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية وفك ما تم نقله عن وكالة الانباء الكويتية والى ذلك اشارة الى انه اوعز للصفارة الكويتية في بغداد بمتابعة وانهاء الاجراءات اللازمة بهذا الشأن مشيدا بجهود السلطات العراقية من اجل الكشف عن مصيرهم خلال فترة وجيزة اتى ذلك بعدما نفزت القوات الامنية العراقية مساء الاثنين من عملية تفتيش واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظة الانبار وصلاح الدين بحثا عن السائحين اسر العصور على السيارة التي كانت تقول لهم محترقة لا حول على قوة الا بالله العلي العظيم تعددت الاسباب والموت واحد سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والموفرة فيما اوضح ضابط عراق الكبير في الشرطة ان السائحين تم خطفهم في منطقة صحراوية بين الانبار وصلاح الدين خلال رحلة صيد وقشف مسؤولان امنيان ان التحقيقات الاولية ازارت ان احدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال بهم امس اعزاء المتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته